بعدين فيه كلام آخر حكى إذا أقدمت إيران على أي شيء على أي شيء فسيكون ذلك خطأا كبيرا طيب إيران أقدمت على شيئين مو شيء واحد ترامب كأنه أصيب بعدوى الحكام العرب من أمثال صدام والقذافي والأسد والأشكال هذه بايخ التصريح من ترامب؟ طبعا الآن إيران ممكن ياخد جائزة أبيخ تصريح في 2019؟ حقيقة ترامب يعني يذكرني من رؤساء العرب هذه التصريحات العنترية والفارغة اللي ما لها أي قيمة الرد في المكان والزمال المناسبين وإحنا سوف لن نسحب إلى معركة يريدها العدو وظلينا 40 سنة وإسرائيل ضمت الجولان إلها وإحنا ننتظر أمتى الأبطال الزعماء العرب يقررون أنه متى سيدخلون في حرب مع إسرائيل والحقيقة هم لن يدخلوها هل نحن في انتظار قودو؟ لن يدخلوها أو عم يكبرولها الأتلة إلى إيران كما يقال بالعامية لا شوف لا يوجد يكبرولها الحساب فواتير لا يوجد في الحسابات الأمريكية الدخول على الإيرانيين أبدا 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 لا يمكن ولا في حساباتهم ولا بدهم يسقطوا النظام الإيراني كانوا أسقطوه بطرق أخرى؟ ممكن الإيرانيين إذا هناك إرادة حقيقية لمواجهة النظام الإيراني على فكرة إيران مليانة بنقاط الضعف لكن الغريب أنه ما أحد يستخدمها دولة مثل إيران بهذا الحجم بل بهذا العدد من المشاكل الآن ممكن إثارة العرب في منطل الحواز ممكن إثارة الأكراد في كردستان إيران ممكن إثارة البلوش في مناطق سيستان بلوشستان ممكن إثارة كل المعارضين ضد النظام الإيراني لكن على الأرض لا يوجد شيء بالعكس علي الخامنائي لما طلع يتكلم وهو واثق لا تفاوض ولا حرب يعني القضية ستستمر بهذه الصورة هذه وهو المطلوب الواضح أنه الطرف الثاني اللي هو الطرف الأميركي يريد أن تسير الأمور بوتيرة بطيئة لا يريد أن تسارع الأحداث لش لا تقول أستاذ علي لماذا لا تقول بأن القوة الإيرانية اليوم هي من تردع خصومها وأعداءها أنت تعلم هذه القناعة موجودة لدى مؤيدي إيران لدى النظام الإيراني أنه إيران اليوم الدولة الأقوى في المنطقة هذه الإمبراطورية عاصمتها بغداد تستطيع حتى أن تنتصر على الشيطان الأكبر كما يسمونها على أمريكا إذن قوة إيران تردع الأعداء الشقة الأول من كلامك صحيح لكن الشقة الثانية لا نعم إيران قوة نعم تمتلك قوة خاصة فيها نعم تمتلك أذرع وأذناب نعم شوي عم تحكي له أنه مليان نقاط ضعف نعم نعم قوية أم ضعيفة إيران شوف إيران تمتلك قوة عسكرية كبيرة لكن إيران الدولة عندها مشكلة مشكلة الأقليات مشكلة الإثنيات الثائرة بل حتى مشكلة السنة في إيران لكن لا يجري استخدام هذه الأمور ضد إيران وكأن هناك قرار بعدم المساس في وحدة الأراضي الإيرانية لا يوجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة